قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الأخير يوم الخميس إن الأنباء عن وفاة ستة أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف في المؤسسات الطبية المحلية في غزة تشير إلى أن قطاع غزة سيواجه خطر موت المزيد من الناس بسبب الجوع في المستقبل وخاصة الأطفال والنساء الحوامل وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ذات اليوم فإنه اعتباراً من السابع من فبراير يواجه جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة لنعدام الأمن الغذائي الحاد حيث يعاني أكثر من نصف السكان من حالة طوارئ غذائية وفي الوقت نفسه تعطلت سلاسل الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء قطاع غزة ولم تعد 97% من المياه الجوفية صالحة للاستهلاك البشري هذا وقال مارتين جريفث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان إعلامي صدر في اليوم ذاته إن الأرواح في غزة تموت بمعدل رهيب مشيراً إلى أن عدد القتل في قطاع غزة تجاوز 30 ألفاً منذ 7 أكتوبر العام الماضي كما أعرب جريفث أيضاً عن صدمته الشديدة بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للنار على فلسطينيين ينتظرون المساعدات مما تسبب في سقوط مئات الضحايا أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تولك في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أكثر من مائة ألف شخص قتلوا أو جرحوا في قطاع غزة أي ما يعادل واحد من كل عشرين شخصاً قد مات أو جرح وقال إنه لا توجد كلمات يمكنها وصف مشاهد الرعب التي تحدث في غزة هذا ودع تورك إلى إنهاء الحرب في غزة وبذل جهود دولية مشتركة لعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسار محادثات السلام وحث الجميع على تجنب الاستمرار في حقبة جديدة من السياسات القائمة على القوة والعنف سواء في غزة أو في أي مكان آخر